أحضر إليك ثم اختفت وتوالت ظهرتها عندي بالمنزل لفترة طويلة وعندما أتشفع بها وأطلب منها شيء تظهر لي وتكلمني وكأنها معي المعجزة الخامسة بعنوان سفينة القديسين القديسة بربارة هي شفية معظم الخدام الذين خدموا بكنيستها وأشكر ربنا الذي أعطاني نعمة وبركة الخدمة في كنيستها التي تربيت فيها منذ طفولتي بمنطقة الشرابية بالقاهرة وكل الذين لمسوا بركة القديسة بربارة في حياتهم يحتفظون بصورتها في داخل بيوتهم أو في مكاتب عملهم والبعض من الأطباء أعطى اسمها لعيادتهم الخاصة وأيضا الأباء الكهنة الذين رسموا على كنائس في المهجر وينتمون لكنيست القديسة بربارة فقد خصصوا أيقونة بل ومزبح باسمها في كنائسهم وقد منحني الرب نعمة بصلوات هذه القديسة أن أراها أثناء وجودي بالمستشفى بأمريكا أنا أعاني من انزلاق قدروفي منذ سنوات طويلة مضت وأجريت جراحة بالعمود الفقري على الفقرات السالسة والرابعة القطنية بيد الدكتور خيري صمرة أستاذ جراحة الأعصاب وذلك في ديسمبر عام 1981 وصفرت الأمريكا عام 1995 وكنت أعاني من ألام شديدة طوال مدة إقامتي بأمريكا وفي عام 2006 اشتدت الألام لدرجة أنني كنت لا أستطيع الوقوف دقائق معدودة ففكرت أن أنزل في الصيف إلى مصر لزيارة الأديرة والكنائز لأخذ بركة القديسين لعل الرب ينعم علي بتخفيف الألم في رجلي ثم رجعت إلى أمريكا ثانية في نهاية أغسطس في نفس العام وللأسف أجريت عمليتين أخرتين بواسير وبورستاتا وكل هذا وأنا لا أقدر على النوم سواء على جنبي أو ظهري وكنت وقتها أتابع حالة المرضية الانزلاق الغدروفي مع الطبيب الذي قرر إجراء جراحة بالعمود الفقري وبالفعل بدأت عمل سلسلة من التحليل والأشعات وجاء يوم الجراحة ودخلت المستشفى في يوم الجمعة 13 إبريل عام 2007 وأجريت لي جراحة في الفقرات الرابعة والخامسة مع إزالة النتوآت الجديدة في العملية التي أجريتها في مصر منذ أكثر من 25 عاما تقريبا ومن المعروف أن جراحة الانزلاق الغدروفي في أمريكا تجرى بنجاح والمريض يمكس في المستشفى حوالي أربعة أو خمسة أيام ثم يخرج وللأسف مكست في المستشفى شهرا كاملا فالذي حدث إن في تاني يوم الجراحة جاء طبيب العلاج الطبيعي لكي أنزل من على السرير ويبدأ معي العلاج وكانت المفاجأة التي لم أكن توقحها إنني لا أقدر على الحركة لأن فغز رجلي الشمال قد أصابه تنميل حاد والألام زادت بدرجة عالية وهنا صرخت عاليا العملية فيها خطأ وطلب الطبيب الجراح عمل أشعة قاتسكان على جسمي فوجد الطبيب إن أحد المصمرين الموضوعين لربط الدسك الموضوع بين الفقرتين قد خرج من مكانه ولمس العصب الشمال للرجل الشمال مع حدوث جلطتين إحداهما بساق الرجل الشمال وأخرى بالرئة الشمال وبعدها أبلغني الطبيب بأنه لابد من إجراء جراحة ثانية لاستخراج المصمار الذي خرج من مكانه وسوف يبلغني بمعادل عملية الثانية لا أستطيع أن أصف الألام الشديدة في رجلي وظهري فقد أعطوني مورفين مسكن لدرجة إني كنت أخذ حقنة مورفين كل خمس دقائق وظللت على هذه الحال قرابة ثلاثة أيام ونصف من يوم السبت حتى الثلاث للسادسة مساء وفي يوم الاثنين ستاشر إبريل حوالي الساعة سبعة دخلت الممرضة لتعطيني دواء وأثناء الكلام معها سألتها عن اسمها فقالت اسمي بربارة صدقوني شعرت بارتياح نفسي عندما سمعت هذا الاسم وسألتها من أسماك بهذا الاسم فقالت والدتي وسألتها هل تعرفين قصة هذه القديسة؟ فقالت لا أنا لا أعرف سوى اسمي فقط فقصست عليها سيرة القديسة بربارة وزلت واقفها بجانب السرير مدة لا تقل عن أربعين دقيقة وطبعا الكل يعرف أن الممرضة لا تستغرق وجودها جانب المريض أكثر من خمس أو سبع دقائق محدودة وبعدها خرجت الممرضة وفي حوالي الساعة التاسعة مساء أي بعد خروج الممرضة بساعة انتباني ألم أكثر مما سبق وكان شديد جدا فقلت لزوجتي التي كانت تجلس معي بالمستشفى منذ دخولي طلبتي منها أن تستدعي الممرضة بربارة لتعطيني زيادة من المورفين ورجعت زوجتي لتبلغني بأن قسم الرعاية في الضور الذي أقيم به بالمستشفى قالوا لها إنه لا توجد ممرضة بهذا الاسم ولابد أن تتأكدي من الاسم من اللوحة الموجودة في حجرة المريض لم أبدي أي اهتمام بهذه الممرضة سوى أن ذكرتي أصبحت تتأمل في القديسة بربارة فقط وفي اليوم التالي يوم السلساء 17 إبرير زارني في المستشفى أخي وصديقي الأستاذ سامح سلامة وهو مقيم في نيويورك وجلس بجواري نسترجع ذكرياتنا في كنيسة القديسة بربارة بالشرابية وكنا في حوالي الساعة السلسة عصرا فطلبت منه أن يقوم ويرجع إلى بيته لأن المسافة طويلة وأبلغت أن العملية ستكون في الساعة السابعة مساءا هذا اليوم وعليه أن يصلي لأجلي ودخلت غرفة العمليات في حوالي الساعة السابعة مساءا لم أدري بعدها بشيء سوى أني لحظت الطبيب يقرأ على صدري ويناديني بإسمي لكي أرد عليه وكنت لا أستطيع الكلام بل حركت يدي وأومأت برأسي على أني مستيقظ وبعدها لم أدري بشيء سوى أني صرخت صرخ عليها وقلت لزوجتي حرام عليك حرام عليك وبعدها رحت في نوم عميق ما جرى لي في صراخ هذا إنني كنت في رؤية أو حلم وهذا ما رأيته إني كنت أرى نفسي في مركب كبيرة ووقف عليها حارس وهذه المركب تسير في بحر أو محيط فسألت الحارس وقلت له متى سنخرج من السفينة فقال لي بعد أن نعبر هذا المحيط وأحسست بنفسي أني ركبت هذه السفينة من قبل بعدها أحسست بإني خرشت وكنت أزبح في هذه المياه لدرجة أنني أحسست بقلبي كما أنه قطعة هلامية تنبط في المياه وفجأة شهدت أني أخرج من المياه وأرى منطقة في جبل والشمس تتوهج فيه بدرجة لا أستطيع وصفها ووجدت القديسة بربارة على شمالي أي على يمين الشمس المتوهجة بنفس الشكل الذي رأيت بجانبي على السرير وتصمرت مكاني لا أقدر أن أتحرك وتأملت في صورتها وشكلها ثم نظرت على يميني فوجدت أحد القديسين أو أحدا من الشهداء الذين أعرفهم وفعلا أنا أعرفه فسألت أحد الواقفين بجانبي من هذا الواقف؟ فقال لي أنت تعرفه فأدركت أنه الشهيد أبو سيفين لم أعلم كم من الوقت رأيت هذه الرؤية بل أحسست أنها مدة طويلة بعدها أحسست بإني في حجرتي وأرى قداس في تلفزيون الحجرة وأستمتع بهذا القداس ولللحظة وجدت زوجتي تخبط على جسمي وفجأة وجدت أن الصلاة انقطعت وأنا أبصرخ حرام عليك حرام عليك ورحت في النوم بسبب حؤنة منومة كما أغبرتني زوجتي أعلمتني زوجتي بأني أفقت بعد العملية الأولى التي استغرقت ست ساعات بعد ساعتين أما العملية الثانية فقد استغرقت حوالي 8 ساعات ولم أفق منها إلا بعد 5 ساعات وهذا أقلقها وجعلها تصرخ وتخبط على جسمي لتعرف هل أنا حي أم ميت في الوقت الذي صرخت فيه وعندما أفقت رويت هذه الرؤية لكل المتواجدين معي بأن القديسة بربارة هي التي زرتني ليلة العملية الثانية وبعدها مكست أسبوعا كاملا في هذه المستشفى ثم نقلوني إلى مستشفى أخرى لعمل العلاج الطبيعي وكانوا يضعوا حول ظهري وصدري حزام يصل من فوق إلى الفغزين وأسير مرتكزا على عكاد للمشي ومكست أسبوعين في المستشفى الثانية وفيها لمست قوة وشفاعة الشيط أبو سيفين الذي أكن له كل حب ففي هذه المستشفى ارتفعت درجة سيولة الدم ولم أكن أعاني من مرض سيولة الدم إلا في هذا الوقت فقط وفي أحد الأربعاء جاء كاهن كنيسة أبو سيفين ونولني من الأسرار المقدسة علما بأني تنولت الأسرار المقدسة مرتين وأنا في المستشفى الأولى عقب إجراء العملية الثانية المهم إنه بعد تناول الأسرار من كاهن كنيسة أبو سيفين جاء الطبيب في اليوم التالي للتناول وعمل لي اختبار السيولة فوجدت دم في حالة طبيعية جدا وهنا رفعت الممرضة الواقفة بجانبي وكانت صمراء اللون هيديها إلى فوق شاكر الرب وقالت لي لأنك أخذت الأسرار المقدسة أمس وطبعا كانت تتحدث بلغتها صدقوني أدركت في هذه الجراحة قوة وشفاعة القديسين وخاصة إني مكست شهرا كاملا بالمستشفيات وأشكر ربنا إني عودت الحركة والرجوع لعملي بعد ست أشهر قضيتها في العلاج المرة الثانية التي أحسست بالارتياح النفسي بمجرد سماعي الاسم القديسة بربارة كانت في فبراير 2011 حوالي الأسبوع الأول من الشهر حدث لي أن أصبت بصداع نصفي كاد أن يشق رأسي من جهة اليمين وكنت لا أستطيع أن أفتح عيني وزاد الصداع واستعملت المسكنات والأدوية المهدئة فلم يضيع هذا الصداع علما بأن قياس الضغط كان طبيعيا حسب قياس جهاز الضغط الموجود معي في المنزل واضطرت زوجتي أن تطلب الإسعاف لي وأخذوني إلى المستشفى واحتجزوني هناك ليلة كاملة وأجروا لي تحليلات وأشعات قاتسكان وأشعة مقطعية وأبلغوني أن نتائج الأشعات هي التي سوف تحدد خروجك أو تحويلك لغرفة ليتم حجزك بالمستشفى وكنت في هذا الوقت في حجرة خاصة للانتظار ونمتع هذه الليلة بالمستشفى ومعي زوجتي التي كانت قلقة جدا علي وهي التي رفقتني في العملية السابقة منذ أربع سنوات وتعلم مدى الألام التي تنتابني وفي ثاني يوم جاء الطبيب للكشف علي فسألته متى سأخرج من هنا فقال لي بعد ظهور نتيجة الأشعة المقطعية حيث أن أشعة الكاتسكان أظهرت نتيجة جيدة وبقي نتيجة الأشعة المقطعية الأخرى وبعدها بساعة تقريبا دخلت ممرضة لتعطين العلاج فتحدست معها عن العلاج وسألتها عن اسمها فقالت لي اسمي بربارة وخرجت بعدها وابتسمت زوجتي وقالت لي ابسط يا عم هي اسمها بربارة وانت بتحب هذا الاسم فدحكت ولكني ارتحت في أعماق نفسي وقلت خير ان شاء الله بعدها بساعتين تقريبا دخلت طبيبة وأبلغتني أنها ستكتب لي خروج لأن الأشعة جيدة فشكرت الرب على صنيعه معي وعلى عمل قديسيه معي وأنا لا أستحق كل هذا بركة وشفاعة القديسة بربارة تكون معنا أمين ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين